السلام عليكم بنوصل النهاردة للمرحلة الأخيرة من الـ Interactional Design Process اللي هي مرحلة الـ Evaluation المرحلة دي تعتبر المرحلة النهائية قبل ما أدليفر version 1 من الـ Product التاعي فمحتاج أفهم هل في مشاكل في الـ Prototyping ولا الـ Prototyping دلوقتي ده مناسب اللي أنا أعمل بـ Product وانزل بـ Production وبرضو لو أنا عملت الـ Product ونزلت بيه في الـ Production هل الـ Product ده أحسن حاجة ولا ممكن أطور عليه فبعمل Evaluation بعد ما نزل In Production وعلى أساس ده بتحرك أشوف أنا هعمل Designing Alternatives مختلفة ولا هروح ألم requirements مختلفة من الـ Users في المرحلة دي بحتاج اللي جاوب على خمس أسئلة اللي هي ملاقب الـ Evaluation Why, What, When, Who, Where to Evaluate لازم تحط في دماغك ان لما انت تيجي تعمل Evaluation انت ما بتاخدش الرأي الخاص بتاعك وبتاع الـ Team في الاعتبار يعني أنا بعمل Evaluation عشان مش معنى اللي انت بتستخدم الـ Application بتاعتك أو الـ Product بتاعك بشكل كويس اللي الناس كلها اعترف تستخدمه بشكل كويس احنا لازم نشوف الـ Product بعد ما تجيت Finalized حينفع يؤدي الغرض بتاعه ولا لا برضو احنا هنا مش بنتكلم على الـ Functional Requirements هنا عايزين نركز على الـ Non-Functional Requirements و الـ Usability Problems عشان التكنولوجيا الحالية والـ Mobile والـ Devices والـ Smartphones والحاجات داية رفعت مستوى التوقعات بتاع الـ الناس الناس بدل ما كانت بتفكر ان الحاجة دي شغالة لا هو متوقع الحاجة دي بقى مستمتع بيها وعنده بدلها اختيار واحد واثنين وثلاثة فاحنا محتاجين اللي احنا نخلي اليوزر فرحان وسعيد اكتر من اللي هو satisfied بالاللي هي بتعمل الـ Function بتاعته بالنتبال السؤال بتاع وقت انا عامل للايه؟ السؤال داوه specific للدومين اللي انت بتعمل فيه الـ Product بتاعك فهو بيتغير من Product الـ Product ممكن يكون Product عايز ليس الـ Usability بكل الحاجات اللي احنا درسناها في الـ Usability هلا هي Safety والErrhability ولا memorability ممكن Product اتاني يكون مهتم بالـ Evaluation هل هو بيقدي الغرض ويقدي الغرض بشكل وفكتب ولا لا ممكن حاجة تانية في يكون بنتكلم على هل اليوزر حيستخدم الويبسائل بتاع بيبقى جيت معايا ويرجع لي تاني هل اليوزر حيستخدم اللعبة اللي أنا بقدمها له وحيستمتع بيها ويقعد معاها أطول فترة ويرجع لها تاني ولا لا في ممكن أفكر برضو كأيباليوشن الموقع بتاعي السرعة بتاعته مناسبة ولا في مشكلة في السرعة كسيكورتي هل في مشكلة عندي في السيكورتي ولا ما عنديش مشكلة كل الحاجات دي انت بحتاج اللي انت تعملها إيواليوشن عشان تكرر البرودكت بتاعك مكانه فين في المرحلة الحالية اللي انت بتعمل فيها إحنا هنا حنركز على اليوزابيليتي إيواليوشن في السكوب بتاع المحاضر دي بس كأيباليوشن انت محتاج تعمل إيواليوشن لأكتر اللي انا اعمل New alternative design واعمل بقى وارجع ثاني في السايكل بتاعي أعمل prototyping وارجع ثاني أعمل أيبيلوشن دي كيس كيس التاني اللي انت خلاص بتقول الproduct i holds the jobs تمام? هتنزل لبي السوق فلما تنزل بيه وتسلم المحتاج محتاج اللي انت تعمل assessment وتعمل بعد ما نزل عشان تلم feedback تاني من الـ users ودي بتنقلك لمرحلة establishing requirements for the new release للـ product فالمرحلة دي انا بعمل اثنين evaluation واحدة على الـ prototyping و واحدة على الـ released product الـ prototyping عشان اعرف انا هريليز ولا لا ولو مش هريليز هرجع تاني اعمل alternative design المرحلة بتاعتي evaluation على الحاجة الـ got released عشان ألم feedback وارجع تاني establish requirements لـ version 2 من الـ product التالي طب ده بالنسبة للسؤال بتاع انا مين بقى اللي هريلي هريلي الـ evaluation؟ هتعندك سكتين سكة الاولانية اللي انت تعمل user sampling وتختار users غير الـ users الاولانيين بس هتستخدم نفس التكنيكس اللي انا اخدناها قبل كده في الـ sampling سواء هو statistical او statistical والحاجات اللي احنا درسناها قبل كده و احنا بنعمل data gathering فانت هتستخدم نفس التكنيكس بس هتستخدمها مع users مختلفين على الـ users اولانيين طب ليه بستخدم users مختلفين على الاولانيين؟ عشان الاولانيين هما دول اللي لميت بيهم requirements فانت لو رحت ورجعت لهم تاني هتلاقي اللي هو بيديلك نتيجة مش هي النتيجة المصلة انت الاحسن انت تسمع رأيي ناس تانية مختلفة هاي الناس دي هي اللي تقول لك الـ product ده فعلا هو ده اللي محتاجين ولا لا ديه سكة سكة التانية اللي انت ممكن تعمل حاجة اسمها crowd sourcing crowd sourcing فكرتها اللي انت بتستعين بمئات او الاف او ملايين المتطوعين الناس دي كلها تعمل لك evaluation للشغل بتاعك فعشان كده جاي من اسمه crowd sourcing crowd يعني حشد وسورسنج جاي من الـ outsourcing مثلا اللي انت بتروح تجيب ناس من برا وتشتغل بيهم في شركات بتعمل الخدمة دي وبتتفق مع ناس تدلهم مرتب معين او تدلهم payment معينة على الـ activity او task اللي هما يعملوها الفاكرة بتتكاروت sourcing اللي الناس دي بتكون تعمل task بسيطة والـ task اللي بسيطة دي بيكون محتاجة بني اذم اللي يعملها ما يفعلش تعمل لها automation وبتكون بتاخد وقت قصير وفي نفس الوقت بتاخد مرتب قليل في الـ task داي فما بيتحسكوا بالـ task task داي مسلا هما يفتحوا وبصعيت يختاروا حبة حاجات يدي feedback على حاجة معينة الفلوس اللي بياخدوها بتتناسب مع الـ activity البسيطة اللي هما عملوها اللي هي ممكن تبقى من one cent الكام دولار بس الفكرة اللي هما عدد عددهم كبير فالكون اللي فيه ناس كتيرة بتعمل بتعمل testing في نفس الوقت ده بيديلك مصداقية اكبر على الحاجة اللي بتعملها كل activity من activities اللي الناس بتقول crowd sourcing دولها بيعملوها اسمها human intelligence tasks اختصارها hits دي activity انت بتحددها للشركة اللي هي بتprovide لك crowd sourcing وتقيس على اساسها usability measure اللي انت عايز تعمله اسم برضو هنا احنا في الحالة بتاعة user sampling أو crowd sourcing نحتاج اللي احنا نعمل ICF عشان نفهم اليوزر احنا بنعمل ايه والداتة اللي بنلمها دي بنلمها لانه سبب سؤال اللي بعد كده where to evaluate عندنا ثلاث طرق استخدم بيها ال evaluation ليه علاقة بسؤال بتاع ال where الطرقة الاورانية controlled environment using users الطرقة الثانية natural environment using user الطرقة الثالثة any settings not involving users خلينا نشوف كل واحدة منهم هي عبارة عن ايه وبتسيرف فانه حاجة الطرقة الاورانية اللي هي controlled setting involving users دي معناها اللي انت بتجهز معمل معمل دا يكون مجهز بكاميرات وحاجات تقيس كل الحاجات اللي انت محتاج تقيسها وتبستخدم ال product وبتستضيف فيها user ال user دا بتقوله اتفضل product دا واستخدمه وتقعد رائب ال user هيعمل ايه الطرقة دي مناسبة لـ usability testing يعني مثلا لو انت عايز تقيس ال accessibility بتاع website او عايز تشوف learnability بتاع desktop application او عايز تشوف ال effectiveness او efficiency بتاع استخدام hardware device معين فبتجيب الشخص وتقوله عامل لي ال task المعينة دي يعني مثلا لو هو بتقيس على website تقوله وانت على website بتاعك بيعمل مثلا booking لأوتلات تقوله تخيل انت عايز تروح تعمل حجز لرحلتك الصف الجاي في ال website دا فهو بتدي له ال task وهو بينطلق ويشوف حيعرف يعملها بالصدام ال website دي ولا لا او اللي انت تكون ال website بتاعك بيعمل مثلا online online merchant اللي هو هيبيع هيبيع ويشتري حاجات زي ebay او amazon بتقوله انا عايتك تشتري لي product معين وتدي له امكانيات ال product او ال specs اللي انت عايز تدهاني فانت بتطلب منه task وبتشوف عن طريق مرأبتك ليه هو عمل ايه عشان يعرف ينفذ ال task دا فتاني الطريقة ديه مناسبة في اللي انت تشوف the usability problems بتاعتك طب انت بتجهز بقى المكان او اللاب اللي هما هنعمل فيه testing دا ازاي بنحاول نجهزه اقرب ما يكون لبيئة بتاعة المستخدم اللي هيكون بيستخدم فيها product دا معا اللي انا بعزل المؤسرات اللي هي ملهاش علاقة بال testing بتاعي يعني مثلا لو فيه شبابيك لو فيه داوشة لو فيه حاجات دي ملهاش علاقة بال product فبعزلها وبجهز شكل المعمل اللي انا بيس فيه على زي ما هو نفس البيئة اللي هيستخدم فيها product user بتاعي product اللي بنقيسه يعني مثلا لو هو product دا هيستخدم في hotel بخلي الشكل كأنه شكل reception بتاع hotel فدي بيسموها living laboratory يعني lab بس كأنه ايه كأنه زي المكان اللي عايش فيه بطريقة التانية اللي ممكن اقيس بيها ليه حاجة اسمها natural setting involving users natural setting involving users برضو بجيب users بس انا مش بستضيفهم عندي في معمل لا انا بسيبهم في المكان اللي هم بيستخدموا فيه بطريقة التانية اللي انا برقبه تمام؟ زي ما خدنا قبل كده في ال indirect observation بكون هو طبعا بيعرف اللي هو مترقب ويعرف اللي فيه كاميرات بتصوره بس الكلام دا بيتم في المكان اللي هو بيستخدم فيه ال product او اللي انا مبرقبوش بقول له اتفضل سجلي مذكراتك او ملحظاتك على ال product بتاعي وبعد كده بتابع معاك بعديها بفترة يعني اجي بعديها مثلا بشهر كده اروح قاري الملاحظات اللي هو عملها على ال product اللي هو استخدمه خلال الشهر دا الحاجات دي بتبقى انسب في ال products اللي ماينفعش استضيفها عندي في المكان مش حرف اعمل offer living laboratory شبه ال natural settings بتاعت ال user او بيكون الحاجة بتستعمل على نطاق طويل يعني مثلا حاجة زي السوشيال ميديا لو انا عايز اشوف ماذا ال interaction بتاع ال user باستخدام social network هو الراجل هيستخدم السوشيال ميديا في حقيقة طول بقى ما هو ماشي قاعد بقى بيصور نفسه وبيعمل مش عارف ايه وبيحصل له حابة events فبيعمل لها login او بعملها share او بيعمل chicken في مكان معين هذه طبعا مش هينفع اعمله عالم وحطه جوه اللاب او جوه المعمل بتاعي فبسيبه ينطلق وايه وبقيس الموضوع ده بشكل in dive او حاجة زي الجيم الجيم زي باي نيتشر محتاجين للشخص نعرف هل هو هيتجيت engage مع الجيم ديه وحيبقى يحبها ولا هيزق منها بعد فترة فبرده محتاج فترة طويلة عشان اعمل evaluation صح لحاجة داي كده فبيبقى الحاجة ديه مناسبة لل in field status او اللي انا عايز اشوف السياق بتاع استخدام اليوزر ده للبرودكت التاعي وخاصة لو البرودكت بتاعي بيتأثر بـ environment المحيطة يعني مثلا افرد انت بتعمل ساعة مثلا هتستخدم تحت المية او هتبقى dust proof محتاج اللي انا اوديه في المكان field اللي هو هيستخدم فيها الساعة ديه واشوف مدى مقاومة او مدى the usability بتاع الساعة ديه لل context او environment اللي هتستخدم فيها مش هقدر طبعا اوفر environment بالشكل ده في اللاب بتاعي طيب الطريقة الثالثة اللي هي any setting not involving users في الحالة دي انا مش بجيب users اصلا انا اللي بعمله اللي انا بجيب consultant واحد خبير عارف الدومين بتاعي واشرح له system اقول له الله system بيعمل كذا وكذا وكذا واحنا عمل له بالشكل كلاني وطلعنا منه بالprototype ده والproduct ده فهو الراجل الخبير ده يجي يديني hints يقول لي اه هنا بلد ده صح ده ممكن يتعامل كذا فممكن يفهمني او يلفت نظري الحاجات انا ماكنش ااااا شغل فيها ده اللي احنا بنسميه ال works row اللي هو كأننا بنتجول في الكود وفي ال design بتاعي او بنعمل مرحلة revision من شخص تاني كان ممكن هو اللي يعمل البرودكت ده بس هو عشان مش في المراحل التلاتة ارانيين جاه يرجع البرودكت بعد ما ما خلاص هيشوف النور الطريقة دي ممكن تتعامل برضو بشكل تاني اللي الرجل الاكسبرت ده يعمل موديل يعمل زي موديل كده يحاكي بي اليوزر النهائي ونجرب بالموديل ده نستخدم البرودكت يعني مثلا لو انا عايزة ايس السرعة بتاعت استخدام بتاعت ويبسايت بتاعي ممكن اعمل زي سيميوليشن لناس بتاكسس الويبسايت كلهم في نفس الوقت فكايني بعمل موديلينج للطريقة اللي الناس بتاكسس بيها اولا الناس بتاكسس الويبسايت في ساعتين معينين في اليوم الساعة مثلا اتنين الضهر والساعة تسعة بالليل دول اكتر ساعات وبعد كده بقيت اليوم بيبقاي بيبقى الاكسس على الويبسايت بيبقى قليل فدولة اللي هما البيك اور يلا نعمل سيميوليشن بروغرام يعمل هيتنج للويبسايت بتاعي في الساعتين دولة بعدد معين وفي بقيت اليوم بحاجات تانية واي سير الويبسايت بتاعي هنا انا بعمل موديلينج بعمل حكايني بسيميوليشن الاكسس باترن بتاعة اليوزرز على الويبسايت عشان اشوفه في الويبسايت هيقدي بانه اداء وهينفع يعمل فعلا البرفورمانس او السبيد المطلوبة منه بالحالى الا لا مستعملتش يوزرز ما جبتش مئات اليوزرز او ما جبتش الاف اليوزرز زي ما انا المفروض اجيب بس انا استعنت السياف بموديل واستعنت با في او طانيغات بحاجات الحاجه الي ممكن ان تحصل الطريقة دي بتبقى مناسبة عشان الحاجات الواضحه الليانيك تكون شباله منها وبيعمل ديزاين يعرف يلقطها بسهولة في المرحلة دي ممكن بقى اعمل ممكن اعمل ميكس ما بين كل الطرق اللي احنا بنعملها دي بمعنى اللي انا ممكن استعمل الفيلد ستادي اللي احنا اخدناها بتاعة الطريقة التانية اللي هي في اللي انا الم الانشيال ديزاين او الم فيدباك على البرودكت تتاعي في الاول وبعد كده اعمل ديزاين بتاعي عملت ديزاين المبدئي اجيب كونسولتانت يستشيره في الديزاين اللي انا عملته وهو يقدر يقول لي المشاكل اللي انا ما خدتش بالي منه وعملت كونسولتانت وداني الفيدباك اعمل البروتوطايب واوصل لمرحلة الـ evaluation واعمل evaluation عن طريق control setting involving users باللي انا هستضيف بعض الـ participants وخليهم عندي واصورهم في المعمل بتاعي عرفت الـ usability problems ابتدي اصلحها وانزل بفرجان تاني من البرودكت في natural setting involving users عن طريق اللي انا بعمل field study مع ناس خلصت الـ field study وطلعت لي المشاكل بتاعتي احل المشاكل بتاعتي وانزل فيها البروتوطايب انا استعانت بالتلات طرق استعانت بالـ field study مرتين مرة في الاول عشان لم requirements ومرة في الاخر عشان اعمل assessment للدزاين بتاعي استعانت بالـ consultant في مرحلة مبكرة من الـ design عشان اتأكد اللي انا بعمله مفهوش مشاكل واضحة كان ممكن اتلى فيها استعانت بالـ usability testing عن طريق اللي انا بعمل controlled and controlled او measured testing عن طريق اللي انا بجيب participants وبصورهم في controlled environment انا اللي مجهزة عشان نشوف المشاكل اللي هما ممكن يشوفوها فانا بعمل mix and match ما بين الـ evaluation methods المختلفة عشان اعمل evaluation باكتر طريقة مناسبة في بعض المشاكل انت ممكن تقع فيها وانت بتعمل evaluation فانحنا هنا هنأكد على بعض النقط بس عشان تاخد بالك وانت بتعمله النقطة الوريونية reliability لازم الـ evaluation بتاعك يبقى reliable احنا بنوصل هنا بالـ reliable اللي ممكن حد يستعمل نفس الـ input data ونفس الـ methods عشان يطلع نفس conclusion اللي انت حطلعها لو فاكرين احنا اخدنا بلكده في الـ data gathering حاجة اسمها triangulation لما قلنا triangulation دي اللي انت اتنين بيبصوا لنفس الحاجة وبيوصلوا لنفس النتيجة باستخدام حاجتين مختلفتين واخدنا اربع انواع من triangulation احنا هنا بقى reliability هو نتيجة للـ triangulation يعني لو احنا قلنا اللي احنا جبنا methodology triangulation او inspector triangulation وخلينا شخصين يعملوا نفس الحاجة وصلوا لنفس النتيجة يبقى فعلا نقول البتاعة ده reliable reliability بتبقى مختلفة حسب التكنيك اللي انت بتكون بتستخدمه يعني مثلا reliability بتاعت controlled environment using users اعلى reliability بتاعت unstructured interview ليه مثلا عشان controlled environment using users دي بتبقى controlled environment المتغيرات فيها قليلة وباستخدام الـ users لو كرناها مع واحد واثنين وثلاثة وعشرة at certain point هتلاقي اللي بتقدر توصل لنفس conclusion regardless مين اللي مابوط لكن لو بنتكلم اللي احنا evaluation بتاعنا كان عبارة عن unstructured interview بسأل شخص عن ايه وجهة نظره او في الـ application ايه المشاكل بتاعته the unstructured يعني ممكن كل واحد يقول لك كلام مختلف فمش reliable فحاول اللي انت تستخدم techniques يبقى الـ reliability فيها عالية بحيث تقدر تخلي فيه strengths اكثر على findings بتاعتك تعال evaluation النقطة التانية البعيث البعيث دي فكرتها ايه فكرتها اللي انت او البعيث دي بالعربي يعني ايه يعني انحياز انت ما تبقاش فيه في الـ evaluation process بتاعتك انحياز لجانب معايت طب بيجي النيل البعيث ده بيجي من كذا aspect ممكن تكون selection بتاع الـ participants اللي انت بتعمل ايه evaluation غلط يكون مثلا هم متأثرين بـ background مختلفة تكون انت بتعمل evaluation على حاجة مثلا هم حاجة الكترونيه ويكون الناس اللي جايين ما استخدم ايه كمبيوتر قبل كده فاتلاقي الموضوع بايز تلاقي هم بيطلق بيودوك في حانة تانية مش هم الـ target audience اللي حيستخدموا البروتكت بتاعك او يكون بتعمل اه ا ايه evaluation لحاجة حيستخدمها ابل يوزر ويكون جايب ناس الـ background بتاعتهم ويندوز فما عرفوش يعمله البيزيك اوبريشن اللي ممكن اي ايفون يوزر اي اي ايباد يوزر يعرف يعمله او يكون انت عندك قناعة وانت بتعمل الانتروبيو باجابات معينة فنبرت صوتك او الطريقة اللي بتسأل بيها الاسئلة للناس اللي معاك توجه الاجابات بتاعتهم لحاجة مش هي دي الحاجة الصح فاخد بالك من موضوع البيز دي مايبقاش فيه بايز في استخدام التولز المختلفة او في السيليكشن بتاع اليوزرز اللي انت بتجيبهم بحيث يبقى البيز اقل لما يمكن انحيازك لنتيجة مسبقة اقل لما يمكن الحاجة اللي بعد كده الفاليديتي الفاليديتي ماذا استخدامك لطريقة مناسبة بتناسب الحاجة اللي انت بتعملها يعني مثلا انت لو عايز تقيس الاكيرسي ما تروحش تلم الـ average response time خلاص لم الـ errors عايز تقيس الاكيرسي ما تروحش تلم مثلا الناس دي بتنسى الحاجة بعد ادقيه دي حاجة اللي علاقة بالlearnability او memorability يعني استخدم الحاجة الصح وانت بتقيس استخد اتأكد الـ evaluation methods اللي انت بتستخدمها بتوديك للميجور اللي انت بتقيس عليه في نوع تاني من الـ validity اسمه ecological validity ته معناه ايه؟ معناه ماذا تأثير الـ environment اللي انت بتقيس فيها على الناس اللي انت بتقيس معيهم يعني مثلا الـ effort اللي انت حاطت الناس في قوضة مع زولة الصوت وبتقيس حيسمعوا الصوت بتاع التليفون كويس ولا طيب ما دي رغم اللي انت هنا دي controlled environment وكل حاجة لكن التأثير بتاع البيئة او بتاع الـ lab اللي انت قاعدهم فيه اثر بشكل سلبي على الـ evaluation بتاعك قلل للصوت بتاع الموبايل او بتاع الدفايس بتاعك عالي وجميل حين اللي هو لما يستخدم برا in the field هتلاقي الصوت بتاعه مش مناسب الموضوع ده بيسموه hustrun effect نسبة لتجاربة عمل 800 سنة في مصنع كانوا عايزين يشوفوا مدى تأثير الاضاءة والجو العمل على الانتاجية فلاحظوا حاجة غريبة جدا لحظوا اللي لما يجيبوا العمال في المصنع ويحسنوا لهم مثلا الاضاءة الانتاجية تعالى لقوا اللي لما يجيبوا العمال في المصنع ويحسنوا لهم يدولهم breaks مثلا الانتاجية تعالى اي factor يستخدموه لو الانتاجية بتاعه على عضوه في حين اللي لما جمي يطبقوا بقى الفايندينجز دي على الواقع لقوا اللي لقوا مفيش انتاجية بتاعه على ولا حاجة ومفيش تأثير للفاكتور اللي احنا حطنا ده على الناس فقال لك التأثير ده حصل منين حصل للما اليوزر او لما العامل اللي في المصنع ده حاس اللي فيه ناس بتهتم بيه واللي هو الناس بترقبه بقى وبتشوفه هو الانتاجية بتاعه تعالى ولا لقى قاعد بيعمل الحاجة بشكل كويس حاس اللي الضق متسلط عليه تمام حاس اللي الناس مهتمية بيه فمش هيقدي بنفس الاداء اللي كان بيقديه وهو ايه ومحدش بيرقبه تمام فعشان كده طلعت كل الفاكتورز اللي هم بيدرسوها قدت لعلو الانتاجية في حين الفاكتورز دي بعيدة كل البعد عن علو الانتاجية مش هي هتأثر بالنفس التأثير ده فاتسمى الكريتيريا دي او الافكت ده بهوسرون افكت ليه؟ عشان اليوزر هنا اتأثر بالانفايرومنت اللي احنا بنعمل بيها الايفاليويشن لو انا كنت ما قلتلوش اللي انا برقبك وشفته في المصنع كان حيطلع نتيجة مختلفة عن لما انا قلتله انا برقبك وفيه كاميرات وفيه واحد واقف جنبك يشوفك انت بتعمل ايه وبيرائب او بيئس الانتاجية بتاعته under the condition اللي انا حط فيه فالأكولوجيكال دي نقطة مهمة لازم تخلي بالك منها وانت بتعمل ايفاليويشن عشان تقلل على قد ما تقدر تأثير البيئة المحيطة على اليوزرز اللي انت بتستعمل فيهم او بتعمل لهم ايفاليويشن تعالوا نشوف امثلة على الايفاليويشن ونشوف الشركات بتعمل الايفاليويشن ازاي للبرودكس بتاعتها هنا انا اخد ثلاثة امثلة مثال اولاني على اليوزابيليكي تاستينج ده مثال على كنترول دي انفيرومنت بنجيب فيها يوزرز ونشوف اليوزرز حيقدوا ازاي under the conditions اللي احنا حطناهم فيهم وباستخدام البرودكت اللي احنا بنقيس بي المثال التاني عن in the wild study ده عبارة عن field study بنعملها عشان نشوف اليوزرز حيستخدموا البرودكت اللي انا بدهولهم ازاي في حياتهم اليومية وبرضو اعمل ايفاليويشن تكنيك التالت حاجة اسمها A-B-T-Testing A-B-Testing ال-A-B-Testing او ال-Split-Testing ده تكنيك بتعمله شركات عشان تقيس الانجاجمينت والايفكت بتاع تغييرات معينة بيعملوها على البرودكت بتاعتهم ويشوفوا هل التغيير ده ليه تأثير سلبي ولا تأثير ايجابي على البيزنس بتاعهم فخينا نشوف اول مثال من الامثال بتاعت المثال الاولاني وبيكلم على ال-U-Testing وزي ما انتو فاكرين احنا خدنا اللي من امثال ال-Controlled environment involving users ال-U-Testing المثال ده هنتكلم فيه على اليوزابيليتي ولو فاكريني اليوزابيليتي احنا حطنا لها ستة جولز هتناهم في محاضرة رقم اتنين وكانوا الجولز هي ال-Effectiveness وال-Efficiency وال-Safety وال-U-Tility وال-Earnability وال-Memorability الجولز دي لو عايز اقيس حاجة فيها لازم اقيس حاجة بشكل سمارت لازم اقيس حاجة بشكل تكون تكون حاجة اعرف احطها احطها بالمسطرة اقسها زي ايه زي مثلا اللي انت ممكن تقول انا عايز ال-Time to complete task او تقول اللي انا عايز اشوف number of errors اليوزر حيعملها لما اطلب منه task معينة او اشوف ال-Rate بتاع ال-Errors ما هو ممكن يكون يغلط في الاول غلطات كتير وبعد كده الدنيا يتمشي معا كويس فال-Rate بتاع ال-Error ده هيبقى مهم هل ال-Error متوزعة ولا متجمع في حتة معينة عايز اشوف هو كم يوزر يحتاجي يستعمل المانيول او ال-Online help للابليكيشن بتاعتي عايز اشوف هل اقدر اصنف ال-Errors لكاتيجوريز معينة مثلا تكون Errors ليها علاقة بال-Mental او ال-Conceptual model Errors ليها علاقة عن التوتش بتاع السكرين Error يكون لها علاقة بالاحجام والدزاين يعني اصنف ال-Errors حسب ما انا عايز اصنف فكل الامثال اللي انا حطيتها قدامك هنا دي حاجات measurable تقدر تقسها وتطلع رقم الرقم ده قد يكون time او قد يكون count والرقم ده تقدر تعمله reporting وتيس ال-Average على ال-Participants اللي معك اليوز كيس اللي احنا حنقشها هنا كمثال على تجربة عملها HCI group الجروب دي كانت عايزة تدرس تأثير استخدام او ال-Battern بتاعت استخدام الايباد لـ users بتوع الايباد الايباد لما نزل التجربة تعملت 2010 الايباد لما نزل كانت هم عارفين من استخدام الايفون ان الناس اللي معها الايفون بتحب تستخدم ال-Applications بتاعت الايفون عن اللي هي تعمل ال-Service بس using website ليه الكلام ده عشان زمان كان بطيء وال-Sites ما كانتش responsive فما كانتش experience بتاعت استخدام او فتح website احسن حاجة على الايفون فكانوا عايدين بقى يشوف طيب احنا كبرنا لكم الايفون ده وعملنا حاجة اسمها ايباد ايباد ده بتيبقى شاشة بتاعته كبير اللابتوب الصغير هل بقى المشاكل اللي انتم كنتوا شايفينها في استخدام كم للwebsites خلاص اتحلت فحتستخدموا الwebsites ولا لسه هتحتاجوا اللي انتم تأكسسوا كل حاجة through applications عم معمول لها setup على الايباد فلو في مشاكل في الwebsites احنا ممكن نوجه الwebsites بتوع الwebsites اللي لا اهتموا بالمشاكل ده ويخلي بالكو في يوزرز هاستعملوا ديفايس منتشر زي الايباد الايباد لما نزل كان نحق نجاح عظيم جدا ولا اللي احنا نقول الناس لا بصدوا الناس مفيش فايدة من اللي هم تتخدموا الwebsites دي اعملوا اللي هم احسن applications بتعمل نفس functionality وهم يعملوا لها setup وخلاص فده كان الscope بتاع الresearch اللي اتعمل في النقطة دي طب عشان يعملوا الresearch ده عملوا ايه جابوا سبعة users واحد منهم بس هو اللي عنده ايباد الايفون users البقيين كلهم عندهم experience مع الايفون فاوريدي عندهم ايفون استدموا على القل ل13 واجابوهم من فئات عمرية مختلفة يعني اتنين في سنة العشرينات تلاتة في سن التلاتينات واحد في سن الخمسينات واحد في سن الستينات وكانهم قسمينهم تلاتة ميلز واربعة في ميلز كل المعلومات دي مهمة بالنسبالك لما بحكي لك عليزيباليتي study عشان للdistribution بتاع اليوزرز بتاع الايباد والايفون فدي نقطة مهمة لازم تاخد بالك برضو هنا جبوه من خلفيات مختلفة يعني في واحد شغال في الميديكال واحد شغال واحد هوميكير يعني ناس من خلفيات مختلفة الخلفيات دي كلها برضو هتساعد في اللي إحنا يبقى عندنا وإحنا بنحل البيانات تحتها وطبعا مضو الناس دي كلها على ICF عشان الناس تعرف الإدراسة دي هدفها إيه وحنستخدم إيه من المعلومات اللي إما عندنا طب عملوا إيه بقى جهزوا معمل بالشكل اللي إحنا شايفينه قدامنا ده الآيباد هم حطوط قدامنا في كاميرا بتشوف إيدينا الشخص هو بيستخدم الآيباد بيعمل إيه وبيدوس على إيه ومشاكل بتاعته هتبقى إيه. هنا طبعا ما استخدموش حاجة في الآيباد نفسه عشان هو يهامه إيد الشخص. يهامه الانتراكشن فلازم كاميرا خارجية بتانتراكت مع الآيباد استخدموا برضو ويب كام هنا وفيس ريكوردر عشان يشوفوا انتبعات الشخص هو بيستعمل حاجة يعني الشخص متحير متضايق مندهش. فيشوفوا ووشوا عامل إزاي هو بيستخدم الحاجات دايه. برضو هنا اليوزرز كانوا بيصدموا التكنيك بتاع سين كلاوت اللي هو بيقول هو بيفكر في إيه وهو بيشتاك. فده حتاجوا لهم يسجلوا الكلام اللي هو بيقولوا على ريكوردر. الحاجات دي كلها بتتاخد سواء الكاميرا ولا الكاميرا دي ولا وبيتعمل لها ستريمينج وبتتسينكورنايز كلها مع بعض بحيث يبقى الناس اللي بترائب اليوزر دا يبقوا كلهم عندهم صورة كاملة ليه اللي كان بيحصل في نفس الوقت دا هيبقى شايف وشه عامل إزاي هيبقى شايف إيه بتعمل إيه عارف دماغه بتفكر في إيه عشان الراجل بيقول كل حاجة بصوت عالي فده شكل التست اللي هم عملوا التست اللي هم عملوا اللي هم قدى لكل واحد الآيباد وقعدوا قالوا بص معاك ساعة ونص كده تقعد تقلب في الآيباد وتقعد تشوف الدنيا عاملة ازاي وتبقى get familiar معاه يعني تاخد تاخد على الآيباد عشان ده أول مرة تستخدمه بس اثناء الشخص الوحيد اللي هو already كان عنده experience الآيباد بعد كده طلبوا منهم ستين تاسك مختلفة متنوع ما بين مثلا اشتري لنا ايباد من على موقع تاع اي باي روح جزلنا حاجات على موقع امازون روح دور لي على وصفة اكلف موقع مش عارف ايه روح اكتب لي مش عارف ايه تاسك 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 كتيرة لستة من تاسك بتتست اليوزابيليتي او محتاجينها عشان يتسته اليوزابيليتي ل اتنين وثلاتين ويبسايت مشهورين التاسك دي كلها ينفع برضو تتعامل عن طريق موجودة على الايباد وكان بينوع يقول له مثلا اعملي التاسك الفرانية ومرة اعملها لي بالايباد ويقوله له اعدها لي تاني اعملها لي بالايباد بس يوزنج الويبسايت الاولانية يوزنج ابلكيشن التانية يوزنج الويبسايت ييجي التاسك اللي بعديها يعكس بقى يعني مهم برضو اللي هو يعمل بالانس عشان يتجنب موضوع البايز مايبقاش الشخص على طول بيستخدم الابليكيشن قبل مايستخدم البراوزر هنا احنا عايزين نقارن بتاعت البراوزر عن الابليكيشن ونشوف هو عايقدر يخلصها بشكل افشينت ولا مش هيقدر ولا مش هيعرف اصلا يعمل التاسك اللي هو عايز يعملها فكان برضو بيعمل البالانس ده مرة يعمل التاسك دي الاول بالاب ثم بعد كده بالبراوزر يعمل التاسك البراوزر ثم بعد كده بالاب وبعد كده قاسوا المشاكل اللي الناس شافتها طالعوا بايه طالعوا بمجموعة مشاكل صنفوها كالتالي قالك اللي فيه بعض الويب سايت اللينكس تاعتها مش الكويس يجي يدوس عليها ما بيعرفش يدس عليها ولا لأ فممكن يدوس عليها مرة اثنين ثلاثة فيكون الايباد ياخد التوتش دي او الكليكس دي ويعمل لها على الصفحة اللي بعدها فتلاقيش صخص تاه ما يعرفش او انا كنت فين ولا روحت منين ولا بتاع او يكون هو بالناس بتعمل الكليك على لينك واللينك مش باين عليه اللي هو حصل له فهنا فيه مشكلة في الفيتباك لو ادين بالكم احنا واحدة من الكونس او بتاعت الويزابيرتي كانت الفيتباك فمش عارف اللي الينك داس عليه فيدوس تاني او يكون مش عارف اللي ده لينك مش باين في الويب سايت اللي انا المفروض ادوس هنا تمام فده فده ليه علاقة بال الفوردابيرتي لو فاكرين الفوردابيرتي ككونسبت اللي هو مدى مدى الاستدعاء الاكشن او البروداكت لل يقول له دوس علي او استخدمني بالشكل الصح في حيثة الفوردابيرتي ما كانتش ايه ما كانتش واضحة برضو في بعض الويب سايت برضو لقوا اللي فيه مشكلة في الوريينتيشن لما يمسك الايباد هو مستطيل فممكن لما تمسكه بشكل يطلع لك حاجات تمسكه في شكل بورتريت او حاجات تانية فلاقوا اللي فيه بعض اللينكات او بعض ما بيبانش فيها الحاجات غير لما يمسكوه مثلا ايه بشكل لاندسكيب لما يمسكه بورتريت يمسكه بالطول يلاقي اللي الحاجات مش باينة فدي برضو كانت مشكلة صنفوها برضو لقوا اللي فيه بعض الوبسايت يجي يفتحها الراجل مش عارف يدوط على ايه يعني مثلا كانوا بيخشوا على تايمز ماجازين يلاقوا اللي الشاشة كلها صورة طب هي صورة تايمز بس بس انا عايد اعرف اخش فين لقى اللي يجب يدوص مرة على الشاشة فيطلع له بطنز يدوص على البطن دي بتدي يتحرك فبرضو حتة دي كانت محيرة فعملوا لمجموعة مشاكل كويسة وقدموا ريبورت للديفيلوبر والابل بالمشاكل بتاعت الويزابلتي اللي الناس ممكن تواجهها وهي بتستعمل الويبسايت using الايباد اللي هو كان في الوقت ده برودكت جديد في السوق قررت تجربة دي تاني بعدها بكذا سنة والاثنين ريبورت موجودين في اللينك ده لو انت تتفرج على الدراسة دي المثال التاني اللي هنتكلم عليه اللي هو الفيلد ستادي لما نتكلم ونقول فيلد ستادي هنا احنا بنتكلم في يعني بستخدم ناتشور ستنج ان بولبين يوزر احنا بنروح لليوزر في بقته الطبيعية ونقوله استخدم البرودكت بتاعنا وبنعمل اين دايركت observation بشكل ما بحيث ألم برضو usability issues على البرودكت اللي انا بعمله تاستك دا بنسميه field study الفيلد ستادي ممكن تكون برائب اليوزر هو مش واخد باله او برائب اليوزر هو عارف بس يكون في الانفورمت اللي هو بيشتغل فيها بالبرودكت او مش برائب اليوزر خالص وبقوله انا حلم data من وراك على الابليكيشن دي استخدم الابليكيشن بس الابليكيشن في المود اللي هي شغالة فيه بتcollect data ويكون ويكون عارف اللي ده مفوش اختراق للبرودكت بتاعته او يدي له البرودكت ويقوله خد البرودكت ده وسجل لي المعلومات اللي انت بتعملها في شكل الدايرز حلمها منك في انتهاء فترة الابليكيشن الي حب اشيرها معاكو هنا يوز كيس ظريفة كانت عن برودكت اسمه يوبي فيت اليوبي فيت ده في كريتو ايه في كريتو اللي هو ابليكيشن بتعمل والبيبر على الموبايل بتاعك الولبيبر دي بتبقى جنينة زي ما احنا شايفين كده الجنينة دي بتبقى فاضية في الاول وفيه بتمسكه انت او بتركبه على ايدك الديفايس ده فيتنس بيشوف الاكتيبيتي اللي انت بتعملها انت بتجري انت بتتنطط انت بتأدف انت بتعمل اي تمرين وكل لما تعمل تمرين لها لقب الفيتنس هو يدتكت التمرين ده ويظهر لك وردة في الجنينة بتاعتك اللي هي الجنينة اللي احنا شايفين قدامنا في الاول الخاص بتبقى زي ما شايفين الدنيا فراش وبتاع بعد كده الدنيا بتدي تتلقى فيها ورد وحاجات جميلة الحاجات دي ايه كإنديكيتور للصحة بتاعتك هتبقى تحسن فده يدي موتيب برضو للدنيا بتاعته جميلة وانا وانا صحيتي حلوة زي الجنينة اللي انا شايفها قدامي دي وكل لما اليوزر يكتسل والجهاز بتاع الفتنس ده ما يعمل تلاقي الجنينة الوارد ده بيقل فيها وبشكلها فاضي زي ما احنا شايفين هنا فهنا فيه جميل جدا هو رمض للصحة بكإنها جنينة والوارد ورمض لل ازدهار بتاع والفتنس باللي هي مدى جمال الجنينة ومدى الوارد اللي بيطلع فيها فشكل سايكلوجي فعلا فيه فيه علاقة ما بين الاتنين الاتنين حاجتين محبوبتين جسمي او صحتي كأنها هي الجنينة دي الفتنس والاكتفتي اللي بعملها كأنها هي الوارد اللي بيطلعين الدراسة هناك اللي بقاعدين يشوفوا مدى الاكيورسي بتاعة الابليكيشن دي ومدى الانجيجمنت وحب اليوزرز للابليكيشن دي والسيستم ده هيبقى عامل ازاي السيستم ده زي ما انتو شايفين هو فتنس ديفايس مش باين قدامك وعلى الصورة وابليكيشن بتبقى بتتعامل مع الفتنس ديفايس ده من خلال بلوتوث او من خلال اي حاجة تبعت السيجن هنا والابليكيشن بتغير الباكجراون اكوردن تو الاكتيفتي اللي بتتعامل لها كابتشور بالفتنس ديفايس اليوزر بيصادم طيب هم عملوا جابوا ست رجالة وست ستات وهم دول البرتسبانس بتاعهم الناس دي كانوا كلهم متفقين في اللي هم عايزين يحسنوا من الفيزيكال اكتيفتي بتاعتهم لموبايل فونز السن بتاعهم من 25 ل35 سنة واحد فيهم عنده سمنة مفرطة ستة عندهم اوبرويت يعني تخن شوية خمسة عاديين تمانية منهم شغالين فول تايم اتنين رب اتمنزل واحد بار تايم واحد سيلف امبلويد هو 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 المدير بتاع نفسه يعني هو بيدير his own بيزنس احنا هنا مهم اللي احنا نعرف ليه الخلفية بتاعتهم كشغل مهم لنعرف خلفية بتاعتهم كشغل عشان ده حيدين فكرة على اليومية اللي هم يبعملوها في حياتهم فعشان كده هنا عاملوا للمعلومة دي طب مهم ليه اللي احنا نعرف اللي هم موبايل يوزرز عشان نعرف اللي الناس دي ما عندهاش الباريير بتاع استخدام الموبايل واللي هم على طول هيبقى الموبايل في ايديهم فحيبقى شكل الجنينة يقدروا يشوفوه غير واحد مثلا ما بيصدمش الموبايل فمش هيجيلوا الموتيف بتاع لهو يلاقي الجنينة بتاعته بتكبر وبتبقى شكلها احسن طب استخدمنا ليه هنا السن عشان هي دي الفئة العمرية اللي هم بيمروها تارجت واللي هم دي الناس اللي فعلا بتسعى لتعمل change of lifestyle بتاعه نازل يكون لها طبعا ما تضوها على ICF وبدأوا معاهم التجربة بتاعته ده شكل الدياتا اللي هم عملوها gathering هم لموا الدياتا على مدى 3 او 4 سبع في 3 او 4 سبع كانوا بيعملهم interview كل اسبوع وكانوا بيستخدموا indirect observation using diaries يعني يقولوا كل واحد يروح يسجل اليوم ده ايه ال activity اللي هو عملها فيه النقط السودة دي دي الحاجات diary entry اللي هم عملوها يعني مثلا اول شخص ده كان فعلا بيكتب كل يوم هو بيعمل ايه الشخص التاني ده كان بيكتب بشكل متقطع ايه الحاجات اللي كان بيعملها الشخص التالت ده ما كانش بيكتب غير ناديروند هو بيعمل ايه فده يورينا فعلا ال diaries نفسها ك indirect observation اه ممكن تبقى كويسة بس لازم تبقى ايه تتاخد بالك لبعض ال users هيبقى ال response بتاعهم بالشكل ده النقط اللي هي الكبيرة اللي هي الزرقة دي بتقولك ال application عرفت تستنتج اللي فيه activity معينة بيعملها ال user ده تمام؟ مش مهم الاكتيفتي دي صحة ولا غلط بس هنا المهم اللي ال application do triggered باللي فيه activity change خاصة لليوزر ده في بعض الاحيان بنلاقي ال dairetين موجودين فده معناها الراجل عمل او ال 6 عملت login وفي نفس الوقت ال application عملت detect فهتبقى النقط دي نقطة جميلة اللي انا اعرف اعمل عليها ال inspection واشوف فعلا ال application بتاعتي عملت inference بشكل صح ولا عملنا بشكل غلط اما النقط دي انا ما عنديش طبعا اي معلومة عنها عشان نقضي ال application عملت infer بس اليوزر ما عملتش diary في الوقت بها طب ادراسة بقى دي اصفرت عن ايه اصفرت عن ال application في بعض الاحيان كانت بتعمل detection ل activity غلط وبعض الاحيان بتعمل detection activity والراجل ما عملتش activity خالص لكن الناس اجمعت ان الموضوع كان ضريف جدا كتجربة يعني المستخدمين ال 12 مستخدم اللي استخدموا ال application دي حبوا ال application يعني كان بيقولك انا بيبقى جميل جدا لما افتح الموبايل الاقي وارد وحاجات وقول طب ما انا اتمشى عشر دقايق ولا ربع ساعة اقعد اعمل حبة practice عشان اخد لي واردة كمان فخلى فيه motive قدام اليوزر اللي هو يخلي الوردة او الجنينة بتاعته virtual garden بتاعته مزدهرة وشكلها ظريف وجميل عن طريق اللي هو بس يقوم يعمل حبة حركات ويقعد يحسن physical life بتاعته فك engagement وك حب الناس حبت فعلا ال application ك accuracy حصل الموقفين يعني حصل مثلا موقف اللي فيه رب تمنزل لقيت اللي بيطلالها اللي هي activity اللي بتعملها اللي هي بتعمل ايه بتعمل بتسوق عجل قعدة بتعمل cycling وبتجري بعجلة في حين اللي هي لا دي بتعمل حياتها اليومية وبتنظف البيت وبتعمل بتشتغل وكذا فال application فهمت النشاطها اليومي اللي هو بتعملها في تنظيف البيت اللي هي كانها ايه بتلعب عجل فطبعا ايه دي كانت غلطة في application واحد تاني كان فعلا احد يعمل شغل وبتاع وكذا وبيعمل activity وراح الجيم وبيعمل حاجات دي في الاخر بص لا ما فيش وردة طلعت له فكان طبعا محبط جدا 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 والكلام ده نقدر نقرامل response بتاعه هنا بيقولك هي مش نهاية العالم بس يعني كانت زعلت جدا لما انا وانا شغلت وبعد ما عملت المجهود ده كله ملقتش في وردة طلعت لي فالتنين غلط الحالة دي اللي هي الست ما كانش بتعمل اي activity ولا بتلعب عجل ولا حاجة غلط والراجل ده اللي قاعد يشتغل ويعمل بتاعه برضو دي حاجة غلط application اللي عملت فتم تصنيف بقى الغلطات اللي application بتعملها لسبع انواع مختلفة من الغلطات تم دراستها بعد كده من الشركة اللي عملت application دي غلطات كانت تروح ان الوقت اللي بيدتكت فيه activity غلط duration بتاعتها غلط يدتكت activity وهي مش activity ما يدتكتش activity وهي المفروض بactivity واشتغلوا عليها بحيث ان المشاكل دي كلها يصلحوها فهنا احنا شوفنا مثال ضريف جدا على evaluation process ليه لبرودوكت ضريف زي virtual garden اللي احنا شايفين وده طبعا هنا ما ينفعش نعمل الكلام ده في controlled environment ليه عشان الناس احنا عايزين يعملوا الكلام ده على مسافة طويلة او على مسافة زمنية طويلة مسلا هنا كانت في الحالة دي من 21 ل25 يوم شهر كامل وفي نفس الوقت الناس دي هتعمل الكلام ده في بيئتهم الطبيعية صعب ومكلف اللي انا اخلي واحد زي كده عايش عندي طول الوقت و اعاده عندي في اللاب عشان بس اقياس الاكتيفيت ومش صح ومكلف جدا لو عايز اعمل الكلام ده التكنيك الثالث اللي عايزين نشوفه هنا هو حاجة اسمها الابي تاستنج الابي تاستنج فكرتها ايه فكرتها الشركات بتحتاج ان هي تعمل تغيير في الوبسايت بتاعها بس التغيير ده مش عايزين اه اه هم مش عارفين حيؤثر بالسلب ولا بالاجاب على اليوزر قد يكون انا شركة اه ببيع برودكس انا مش عارف لما اعمل التغيير ده الناس هتشتري اكتر ولا تشتري اقل اه شركة بتقدم سيربس انا مش عارف الناس هتكون تعملي كونتاكت ولا الناس هتحجم لما اغير الوبسايت بتاعي فاللي بيحصل التالي اه بعمل اتنين ووبسايت او بيكون عندي الوبسايت القديم والوبسايت الجديد تمام وبستقبل الناس على الوبسايت بتاعي وبشكل راندم بقول كل شخص ييجي خش على الوبسايت معي وهو ما اعرفش يعني انت دخلت اول واحد دخلت او ادي الوبسايت الاولاني هنقول اللي ده فيرجان اي التاني دخل او ادي فيرجان بي التالت دخل او ادي اي الرابع دخل او ادي اي الخامس دخل او ادي بي وابضل اقسم الناس على فيرجان اي وفيرجان بي من الوبسايت وايث الناس دي عملت اكشن على الوبسايت بوزدر وايث نفس الاكشن ده هن يعني مثلا لو انا ببيع وعندي ميت واحد دخل دخلت خمسين هنا وخمسين هنا اشوف نسبة كام من الخمسين دولار اشتروا برودكس ونسبة كام من الخمسين دولار اشتروا برودكس ده حيبقى انديكيتور ان الويب سايت ده احسن من الويب سايت ده فسواء ده الجديد او ده الجديد حاعرف اللي انا استخدم اعمل النيو ليوت ولا ماعملوش ومن هنا جاء كلمة A-B Testing او الاسم التاني للتكنيك ده Split Testing لانا بعمل Split لليوزرز لمجموعتين وبختار ما بين ويب سايت A ويب سايت B version A و version B من الويب سايت. التكنيك ده بيعملوش شركات كبيرة زي مثلا فيسبوك. تلاقي فيسبوك عاملت تغيير معين والناس مش اخد بالها منه. واتدخل مجموعة ناس على version A ومجموعة ناس على version B ويشوف الشخص ده والشخص ده هل في اختلاف في اللي هم بيعقوا في الشغل تقوموا لا قد يكون ما حصلش في اختلاف يطلع الناس دي اشترت اد الناس دي او الناس دي اا اا ما ما حصلش اي تغيير في الباثرن بتاعت الاستخدام عن الناس دي. يعني ما متفرقش او او الويب سايت تشينج اللي انا عملو ما عملش النتيجة المرجوة منه. اا وقد يكون فيه تغيير. وتغيير ده قد يكون بالسالب او بالموجب. الاقي الناس قلت الشراء بتاعها فلا يبقى انا افضل على الويب سايت القديم. او الناس زادت لا يبقى انا اموف للويب سايت يجريد. طيب اا خلينا نشوف امثلة عشان برضو الموضوع ايه يبقى جاهز ما بيننا. بس اا اا ناخد بالنا من الفروق مدى مدى ضقالة الفروق اللي احنا هنشوفها. ده فيرجن وان من ووب سايت وده فيرجن تو من ووب سايت. الناس ممكن تقول طب ما فيش فرق خالص. لا فيه الفرق لو تيجي تبص الكلام اللي مكتوب هو جرافيكس واحد. بس الكلام اللي مكتوب مختلف. الرسالة اللي مكتوبة مختلفة. تمام? هنا ده هنا ده بيكلم بستايل معين اا للشخص. هنا بيكلم بستايل تاني. هنا حطت الاوفر بكلام معين. حطت الاوفر هنا بطريقة تانية. فاسلوب الكلام ده يعتبر حاجة مختلفة. فعايز يشوف هل الناس لما كلمتها وعملت بريزنتيشن لها بشكل معين هنا. والناس عملت لها بريزنتيشن بشكل مختلف هنا. دولة اشتروا اكتر من دولة ولا دولة اشتروا اكتر من دولة ولا لا. فده يعتبر اي بي تاستينج. رغم اللي هو اختيار صغير جدا او اختلاف صغير جدا. طب افرد واحد عايز يغير في الجرافيكس. ممكن نعمل تغيير في الجرافيكس. بس في الحالة دي لازم تثبت الكلام. عشان تاخد بالك من حاجة. انت كل مرة بتقيس حاجة واحدة بس. ما تغيرش في حاجتين. لو غيرت في حاجتين مش تبقى عارف. اليوزر هل هل او هل العمله ده نتيجة التغيير الاولاني ولا التغيير التاني. فاحنا كل مرة بنغير في حاجة واحدة بس. وعشان كده ممكن يبقى بكذا مرة كون بغير الجرافيك. مرة كون بغير التكست. مرة كون بغير الفورم نفسها. يعني مثلا لو بصينا هنا على دي نفس الدزاين بتاعت الفورم دي. بس الاسلوب مختلف. خلاص? ده هنا بيقول له request a code. وهنا contact us today. هنا ده بيقول لك خلاص انت هنا حد كونتكت عشان تاخد كوت من هنا تستخدمها. لكن هنا contact us. الرسالة هنا مختلفة. الدزاين برضو هنا مختلف. الدزاين هنا كان بيحط الكلمة فوق الفورم. هنا الكلمة بيكتبها هنا بشكل بشكل كده shadow جوه. والشخص يروح يسبستيتيوت مكان الكلام اللي هو بيعمله. فده برضو نوع من الاب تستنج. انا هنا بعمل تستنج للاسلوب ده في مالي الفورم. والاسلوب ده في مالي الفورم. بالطريقة دي في المحادثة مع الناس. وبالطريقة دي في المحادثة مع الناس. قد يكون دي تفوز. قد يكون دي تفوز. ده الهدف من الاب تستنج. دي اللي استخدمتها النهاردة. احنا استخدمنا شابتر سري ستين وشابتر فورتين. دي الاستاضي الاولانية اللي كلمنا عليها. مع اللينكس للريبورت اللي اتعمل في الحين وعشرة. والريبورت اللي اتعمل بعديها. ده ووبسايت بيشرح الاب تستنج. ازا بيتعمل. وبيعمله. بيستخدمه في ايه. بيوز كيس مختلف. الاكسرسائيز اللي عندنا. في اتنين ايوز كيس موجودين في الكتاب. اتمنى اللي هما يعجبوكو. هما مختلفين. وحتلاقي فيهم حاجات ظريفة جدا جدا جدا. خصوان في الينزا وايلد ستادي. شكرا وشكو على خير. اشتركوا في القناة